السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 5 من الفصل الثاني هنواصل الحديث عن مصطلحتنا اللي هي الأتوميك ماس عفوا الأتوميك ويت وأبو جادروز ننبر وما شابه الأتوميك ويت معناه معناه كده إحنا الأتوميك ماس كنا عارفين أنه هو وزن البروتون وزائد النيترون فلقينا أن في بعض العناصر عندي أكتر من بروتونز فمعناه كده عندي أكتر من أتوميك ماس طب سعيتها عبرا عن الأتوميك ماس بإيه إذا كان عندي أكتر من واحد قال لك يبقى تاخد متوسط هذا الأتوميك ماس وسمناه الأتوميك ويت يبقى التوميك ويت هو عبارة عن إيه عبارة عن متوسط الأتوميك ماس بتاعت البروتون والنيترون بتاعت إيه الزرات أو الزرات عنصر عنصر ما بعد كده بنتكلم على الأفو جادروز ننبر أو عدد أفو جادرو عدد أفو جادرو في الحقيقة بيقول إن أنا في واحد مول من أي عنصر يوجد عدد من الزرات أو الجزيئات بيساوي ستة تلاتة وعشر من ألف بعشرة أسي تلاتة وعشرين مول في الزرات ده عدد أفو جادروز بعد كده بنتكلم على الأتوميك ماس يونت طب في الحقيقة لما كان الأتوميك أو الأتوميك ماس ده شيء صغير جدا ومتناهي في الصغر يبقى ما ينفعش إن أنا أخذ الوحدة الوزن بتاعته مثلا إن جرام ما ينفعش فقال ما أعمل إيه قال لك يبقى الأتوميك ماس يونت of an element is the mass of an atom express the as 1 على 12 the mass of the carbon atom يبقى قال لك هو عبارة عن إيه الوحدة دي قال لك هي عبارة عن الكتلة بتاعة الزرة معبرا عنها ب1 على 12 من إيه من زرة إيه الكربون ليه كده إيش معنى الكربون قال لك إن الكربون في الحقيقة يعتبر من أكثر العناصر شيوعا في نظرية النظائر طب يبقى ما هي نظرية النظائر قال لك النظائر اللي هي isotopes ماذا تعني قال لك وجود العنصر أو وجود أكتر من atomic mass العنصر يبقى لما يكون العنصر عندي ليه أكتر من atomic mass يبقى سمو يبقى ليه نظائر يبقى the element have more than one atomic mass أنا سميك نظائر يبقى ليه نظائر يعني ليه أكتر من atomic mass ترجمة نانسي قنقر